إلى العراق حيث أفادت مصادر سياسية أن رئيس الوزراء حيدر العبادي يعتزم تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية لإصدار فتوى دستورية تمنع تأجيل الانتخابات التشعية أذى وأوضحت المصادر أن العبادي سيقدم خلال الأيام المقبلة استفسارا إلى المحكمة الاتحادية حول الجدل بشان إمكان تأجيل الانتخابات وأن المحكمة ستصدر قرارا يعتبر التأجيل غير دستوري كما طلب العبادي البرلمان بإقرار موعد الانتخابات الذي حددته حكومته وهو الثاني عشر من مايو المقبل